بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم راح أتحدث لكم عن موضوع الخط هاند رايتينج طبعا إحنا عدنا الخط في الصف السادس يختلف عن الخط في الصف الخامس في الصف السادس طبعا ما يطلب منه عدنا أي علامات تنقيط فقط نخلي الحروف على الخط يعني عدنا مثلا حروف نازلة وحروف صاعدة وحروف في الوسط يعني هنا مثلا عدنا هاي الكلمة طبعا دا تحدث عن الخط في الصف السادس مثلا هنا بقداد is my lovely city هي ما بها أي capital هما جاي بها يعني يجبوننا إياها بالسؤال capital وعلامات تنقيط بها كلها احنا فقط نخلي الجملة على الخط حروف نازلة وحروف صاعدة مثلا هنا عدنا بقداد is my lovely city هنا بقداد كتبنا الحروف هاي بها هنا هنا الجي حرف نازل هنا هاي حرف صاعدة هنا الواي حرف نازل الواي ستي هنا الواي هنا كتبتلكم الحروف اللي بالوسط هاي طبعا ال small فقط هنا هاي الحروف الصاعدة وهنا الحروف النازلة فقط هاي في الصف السادس هذا المطلوب فقط ما يطلب منهم بالسؤال أي علامات تنقيط أما في الصف الخامس فيطلب معنا punctuation يعني علامات الترقيم ويطلب معنا أيضا capitals يعني الحروف الكبيرة طبعا دائما بداية الجملة بداية الجملة دائما capital letters capital letters حروف كبيرة وأسماء المدن أسماء الأنهار أسماء الأشخاص هاي كلها capital letters سواء في وسط الجملة حتى لو كانت في وسط الجملة أيام الأسبوع أشهر السنة هاي كلها capital letters حتى لو في وسط الجملة وأيضا لازم نضع للجملة إذن علامة الاستفهام إذا هي جملة استفهامية وإذا جملة عادية مثبتة يعني نخليها فقط نقطة بنهاية الجملة يعني هنا مثلا عدنا هنا هاي أول جملة أجبت لكم بعض الأمثلة is there any meat for dinner هل هناك بعض اللحم للعشاء أول شي هنا is طبعا هاي هنا جاوبية هي شي small small letter نسويها نحن رأسا لأنه بداية الجملة فنكتبها capital is there there هي مو اسم شخص أو شي نبقي نفسها any نفسها meat نفسها for نفسها dinner نفسها ونخلي فقط علامة الاستفهام ليش لأنه هنا دي يسأل ب is is there لو بالبداية لو جملة عادية لو بالبداية there هنا there is any meat كان قلنا جملة عادية نخلي نقطة ولكن هنا دي يسأل سؤال جملة استفهامية فنخلي علامة السؤال هنا الجملة الأخرى باديها ب hello دائما إذا الجملة تبدأ ب hello hi دائما بعد hi hello excuse me نخلي هنا فارزة فارزة هنا بعد hello hi فهنا كتبنا طبعا hello capital هنا نكتبها capital letter لنبدأ الجملة بعد ذلك نخلي فارزة هنا راح نبدأ ورا الفارزة لازم هم capital letters أي كلمة لازم بعد الفارزة capital letters هنا where are you from where are you from هاي نهاية الجملة اللي هنا where are you from من أين أنت فنكتب ال where هنا capital وننزل where are you from نفسها ونخلي علامة السؤال هنا في وسط الجملة لأنها جملة استفهامية اللي هنا تنتي فنخلي علامة السؤال نبدأ هنا جملة أخرى دي يكملها دي يسأل where are you from من أين أنت فشئي يبدأ هنا I'm from Egypt نكتب لازم بعد علامة السؤال هم أيضا capital letters هنا فنكتب I نخلي الكومة مع الأم اختصار هنا from Egypt هنا لازم نخليه ونخلي هنا نقطة لأنه هاي هنا جواب جواب مثبت يعني مو استفهامي فنخلي نقطة هنا كانت هاي ببداية جملة استفهامية فنخلي نفارزه هنا جملة مثبتة عادي فنخلي نقطة هاي الجملة الأخرى أيضا همينا هاي نفس هلو همي قلنا نخلي فارزه بعدها هاي I'd like some meet please فنخلي الـ H طبعا هنا capital سي الرسل يعني بداية الجملة نخلي فارزه بعد الـ هاي هلو آيد قلنا بعد الفارزه أيضا يجي capital لازم فالآية نحولها إلى capital letter هنا حولناها آيد هنا نها أيضا اختصار مثل الآيام اللي قررناها بالأعلى الجملة الأعلى هنا آيا مختصار هنا آيد معناها I would فنخلي هنا كومة أيضا like ننزلها آيد لاي جملة عادية هنا مو سؤال فنخلي نقطة ولكن قبل please هنا لنخلي فارزه وهنان بعد الـ hi hello نخليها مفارزة أيضا هنا بهذه الجملة الأخرى إذا طلب عدنا فقط order يعني فقط نرتب عادة ترتيب الجملة بدون punctuation هم خالين علامات الترقيم فقط نرتب الكلمة هنا مثلا عدنا ice cream any there هنا نقطة هنا isn't فأحنا أول ما نبدأ من there هنا هاي الفعل there ورا هالذير دائما there isn't الفعل المساعد there isn't any ice cream there isn't any ice cream ونخلي نقطة هنا هاي الجملة الأخرى هم reorder هنا عدنا مخربطي هالكلمات ونرتب ها you some would like fish وخالين هنا علامة السؤال إذن ما طول هنا خالين علامة السؤال لازم نسأل ب would would نبدأ would هنا would ورا you الفاعل أول شئ الفعل المساعد بعدين الفاعل would you like like some meat would أول شي ونخلي علامة السؤال أخير شي هنا بهذه الجملة طالب من رتب عاد ترتيب الجملة و punctuation و علامات الترقيم أيضا هنا خلنا أول شي بعد النقطة dad my work to in diala drives فأحنا أول ما نبدأ هنا my my dad my dad capital طبعا هنا small هنا نسوي capital لأن بداية الجملة my dad drives يعني أبي يسوق to work إلى العمل in diala diala هي اسم مدينة فنخلي نسوي capital هنا small هي صغيرة فهنا نسوي capital ونخلي أخير شي النقطة جملة مثبتة ما بها أي سؤال هنا بها الجملة الأخرى هي جملة استفهامية بعد هنا his order على الترتيب و punctuation و علامات الترقيم أيضا his ankle يعني عم عم العفو his ankle هنا علامة السؤال in live يعيش ناصرية do فما طول هنا عدنا علامة السؤال بيش نسأل his lo ankle lo in lo live lo ناصرية lo do do طبعا دائما نسأل بالفعل المساعد فنبدأ هنا نسأل do his ankle do his ankle live in ناصرية طبعا do هنا نسوي small هنا سوي capital لأنه بداية الجملة his ankle ننزل نفس live in ناصرية اسم مدينة فنسوي capital هنا small لتا نسوي capital لتا ونخلي علامة السؤال هنا عدنا الجملة الاخرى are going to go buy boat we جملة عادية ما طول خالينا نقطة هنا جملة مثبتة فنبدأ بالفاعل من والفاعل هنا are going to go buy boat we we طبعا نحن هي الفاعل وبعدها لازم يجي الفعل المساعد نكتب we هنا capital سوي بعدها فعل المساعد are we are going to go buy boat ونخلي النقطة وهي الجملة الاخرى هنا hi is this the Iraqi flag هل هذا العلم العراقي هنا hi capital نسوي لانبدأت الجملة hi نخلي قلنا بعد hi hello فارزة نبدأ هنا جملة عادية بعد الفارزة لازم capital is سوي هنا capital this the Iraqi هنا لازم نسوي capital flag ننزل نفسه ونخلي علامة السؤال هنا لدينا تمرين عن الخاط في كتاب الصف الخامس الابتدائي unit two lesson three lesson three page twenty five صفحة 25 هنا ايضا هذا التمرين هنا حلينا number one mrs rana the house cleans on monday يطلب punctuation يطلب علامات الترقيم ويطلب ترتيب الجملة اول ما نبدي طبعا اسم الشخص لازم mrs rana نجي نكتب mrs هنا capital ننزل رana r نسوي capital بعدين الفعل وراها cleans تنظف the house البيت on monday هنا من ايام الاسبوع فنكتب capital ونخلي النقطة number two on what she does do yes tuesday on tuesday do tuesday يكتب طبعا اول ما طول علامة السؤال موجودة اذا بيش نسأل what what capital نسأل what does الفعل المساعد لازم بعدها she الفاعل وراها do on tuesday capital نسأل capital letter ونخلي علامة السؤال number three clothes friday on she washes هنا ما اكو علامة سؤال فنبدأ الجملة بالفاعل من والفاعل هنا عدنا clothes لفرايدي on she washes she هي الفاعل فنكتبها capital اول وحدة بعدها الفعل الرئيسي washes هنا نكتبها she washes clothes ننزلها on friday هنا نسأل capital ونخلي نقطة number four does when she friends see عدنا علامة السؤال اخيرا اخيرا